اشتركوا في القناة نبية طاعنة جدا في أيامها هي حنة بنت فنؤيل من صبت أشير عاشت مع زوجها سبع سنوات منذ بكارتها ثم بقيت أرملة حتى الرابع والثمانين من عمرها لا تفارق الهيكل متعبدة بالصوم والصلاة ليلة نهار فحضرت في تلك الساعة وأخذت تسبح الرب وتحدث عن الطفل جميع المنتظرين في داء أورشاليم ولما تم يوسف ومريم كلما تقتضيه شريعة الرب عدا بيسوع إلى الجليل إلى الناصر مدينتهم وكان الطفل يكبر ويتقوى ويمتلئ حكمه وكانت نعمة الله عليه أمين هذا الناص وقدموا حالوا وقدموا الولد إلى أورشاليم إلى هيكل الرب بهذا الوقت بدافع من الروح الكدس بيقلنا النص بعدين بنص ثلاثة كانون الثاني بيقلنا أتى سمعان الشيخ سمعان الشيخ يلي كان ينتظر طول عمره وكان يقول له الروح الكدس بدافع من الروح الكدس أتى وروح الكدس كان يخبروا بحياته أنه ما رح يدوء الموت إلا ما يشوف خلاص الرب وبالفعل لما سمعان الشيخ شايف يسوع بيقول هالجملة الشهيرة الآن تطلق عبدك يا رب بسلام لا لأن عيني قد أبصرته خلاصك بهذا النهار كمان كانت أجت أيضا بدافع من الروح الكدس وصلت حن النبي ويلي بيحكي عنا نص اليوم حن كمان كانت تنتظر خلاص الله تنتظر فداء أجر شليم وبيقلنا هي بنت فنوئيل عاشت مع زوجها سبع سنوات منذ بكراتها وترملت ودلت لعمر 84 من عمرها شو كان عندها صفة حلوة بيذكر الإنجيل لا تفارق الهيكل متعبدة بالصوم والصلاة ليلة نهار شو حلوة هالشهدة يلي بيعطيها الإنجيل عن حن النبي لا تفارق الهيكل ليلة اليوم يلي فعلا عندهم اتصال كتير كبير بالهيكل بالكنيسة لا يفارقون الكنيسة لا يفارقون الكنيسة ليلة نهار متعبدين لله القاب والاب والابن والروح الكدس ليلا ونهارا دون توقف بالصوم والصلاة ما بتوصل على الإنسان بلحظة من الزمن لا هذا بدأ جهد بدأ جهد روحي متل ما كانت عم تنتظر رؤية المخلص حن النبي بالجهد الروحي شو هو الجهد الروحي أن تتعبد لله القاب بالصوم والصلاة ليلة نهار لا تفارق هيكله هذا هو الجهد الروحي ما بتتعب أنك عم بتصلي بالعكس يلي بيصير يصلي من خلال صلاته بيصير يحس بالفرح هو عم بيصلي لدرجة بيصير مدمن على الصلاة مغرم بالله هذا بيشكله غرام هذا بيشكله حالة من الفرح الذي لا يوصف بكل مرة هو عم بيصلي فيها بكل مرة هو عم بيصوم عم بيعمل إيماتي ليه؟ لأنه بيحس حاله هو بعلاقة صلاة وتواصل وحوار دائم بينه وبين الله بعيش حالة من الفرح كانوا الفرح السماوي وهو على الأرض حني كانت عم بتعيش الجهد الروحي مكافأة لخلال لأن تشوف الجهد الروحي رأت مجد الله على الأرض قبل أن تراه بعدين في السماء بعد كيامة الرب يسوع النسيح من بين الأبوات لأنه أبواب السماء فتحت بعض قيامته من بين الأموات حنة كان لها انتياز كان لها نعمة كتير جبيرة أنها شاهدت وجه الله شاهدت وجه الله لأنها استحقت هذا الشيء بالجهد الروحي اللي كانت عم بتعيشه ولما شافت يسوع بيقلنا نص حضرت في تلك الساعة وأخذت تسبح الرب يوم في كتير من الجروبات الصلاة بيسبحوا تعرف شو ما نعت أنك تسبح الرب هذه علامة فرح هذه علامة سعادة دائمة هذه علامة علاقة وطيدة بينك وبين الله أن تسبح الله تندهش لوجود الله في حياتك شو مجتمعنا اليوم بحاجة اليوم مجتمعنا بحاجة للاندهاش بالله نحن نندهش لأمور كتير بالحياة منجيب شغلة أو منشوف شغلة كتير علمية مهمة منندهش لها منفتح تمنى بصير بدنا ياها بتغرينا المشكلة أنه نندهش لأمور مادية كتير بالحياة ليل يلي بيندهشوا لو وجود الرب في حياتهم نحن مدعوين أنه نندهش من هنا طالع أن نسبح أن نفرح بوجود الرب ننتظر الرب وهذا الزمن هو زمن ميلادي كبير زمن تحضيري هذا الزمن هو زهم زمن جهاد هذا زمن انتظار عشناه لحتى يوم الميلاد يوم ما جاء الرب وبهذه الحالة نحن مكفيين بحالة فرح بحالة سعادة بحالة اندهش كل هالأيام وهلأ نجيل بتخبرنا عن الفرح الحقيقي يلي اجي عن العالم عن السلام الحقيقي يلي اخده العالم ما جاء يسوع يسوع زرع فينا الأمل مثل ما زرع وجسد الأمل بحني حني بده خلاص نفسه جاهدت ناطرة يا رب اعطيني خليني شوف الفداء طبعك خليني شوف أنه من هانو طالع في خلاص يسوع أعطاها هذا الشي بدفع بنعمي من الروح الكدس وبدعوة مجانية من الله القاب خلحني تشوف هذا المجد السماوي هذا الفرح هذا الفداء تراه بعينها على الأرض قبل أن تراه فيما بعد بعد الموت في السماء وبعد قيامة الرب يسوع حلو الإنسان يكون عم يعيش جهاد روحي وعم بيحلم كل يوم أنه شوف يسوع يوم ما بعد هذه الحياة هذا أجمل شعور ممكن يعيشه الإنسان يلي عم يعيش كل يوم بيومه مع يسوع هذا الكلام ما رح يفهمه حيالله شخص عم بيمر على كلام الإنجيل أو كلام الرب مرور الكرام مين بيشعر بهذا الشي اللي عم بقوله أنا هو الإنسان الملتزم بإيمانه المسيحي بيصلي كل يوم عن جد يعني مش بيقول أنا بيدعي الصلاة وهو في اليوم ما بيصلي هو الإنسان اللي بيصلي هو الإنسان يلي حتى تينيل النعم طبعه بيعمل إيماتات إيمات للحواس بيصوم صدقوني الأشخاص يلي عم بيمارسوا هذه الحياة الروحية بشكل منتزم وبشكل طيقوي وبشكل فعال وبعلاقة وطيدة واعية إيمانية مع الله يشعرون بالفرح يلي شعرته النبي حني ينتظرون الرب في كل حين مثل ما انتظرته النبي حني هذه سعادة حني أمصولي لألنا تنكون نحن أشخاص ينتظرون سيدهم في كل حين هدا أجمل شي مثل ما كان أيضا سمعين الشيخ ينتظر الله في كل حين هذه السعادة خلت بتخلي كل إنسان بلتقي بأله مثل ما عملت حني النبي بهذا الناص شو بيقلنا الناص وأخذت تحدثوا عن الطفل جميع المنتظرين في داء ورشالين ما فيك من بعد ما تلتقي يسوع ما فيك إلا ما شو تعالوني البشارة بدك تخبر فرحتك كتير كبيرة ما فيك إلا ما تنقل هذه الفرحة ذات الفرحة يلي عشتها قمنا مريم العزراء من بعد ما بشرها الملك جبرايل بيقلنا ركضت مصريعة إلى عين كارم لتخدم نسبتها الإصابات هذه السرعة هذه علامة فرح عم بتطير من الفرح ريك دي لي البشارة كلها صارت بقلبها كل شي صار بقلبها يسوع بقلبها ما بيقى إلا لأنها تبشر بيسوع أول من بشرت بشرت الإصابات والجنين يوحنى هذه حالة النبي النبي حنى رأت مجد الرب رأت نور العالم رأت السلام الحقيقي فأخذت تحدث عنه جميع المنتظرين في داء ورشالين بدك تخبر عن يسوع بدك تنقل يسوع بفرح هذا الشي ما بيصير إلا إذا كانت عيش الجهيد الروحي متعبط بالصلاة أي عندما تلتقي فعليا بيسوع متل ما كانت عيشته النبي حنى والله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر